في خطوة تسهم في انتعاش قطع السياحة اختارت مجلة ناشنال جيوغرافيك المتحف المصري الكبير ضمن الوجهات السياحية التي ترشحها للزيارة في عام 2023 لتميزها بالثقافة والتاريخ والمتعة وضعت المجلة محب الصفر حول العالم إلى زيارة مصر وتحديد المنزل توتعن خأمون الجديد بالمتحف المصري الكبير وقالت المجلة إن العالم ينتظر للفتاح المرتقب للمنزل الجديد الرائع للفرعون توتعن خأمون بمناسبة مرور مائة عام على اكتشافه بالإضافة إلى سلسلة من الاكتشافات الأثرية والتي تجدد الاهتمام بمصر وإلى جانب أكثر من خمسة ألاف قطعة تخص الملك توتعن خأمون يعرض المتحف أيضا ما يزيد عن مائة ألف قطعة أثرية من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية التي تجسد عظمة الحضارة المصرية الصحف العالمية أشادت بالاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي وصفته بالبناء الضخمة الذي شهده المصريون كما فعل أجدادهم الفراعنة لبناء الحضارة المصرية القادمة ويؤكد خبراء أن المتحف المصري الكبير يعد علامة فارقة في السياحة الثقافية الدولية لكونه أكبر متاح في العالم والذي يضم معروضات تجسد الحضارات المتعاقبة على مصر ويطل المتحف على أهرامات الجيزة بمساحة تزيد عن 117 فدنا ويحتوي على أكبر مركز لترميم الآثار ويقول علماء الأثار أنه المتحف المثالي في المكان المثالي صباح خير وأهلا بكم مشاهدين الكرام زي ما تابعنا في التقرير تقرير لمجلة ناشونال جيوغرافيك الصدرة بالنسخة الفرنسية حددت عدد من الوجهات السياحية لمحبي السفر وكان من ضمن هذه الوجهات مصر وتحديدا المتحف المصري الكبير المنتظر افتتاحه في الوقت القادم أو في المستقبل القريب إن شاء الله ودعت كل محبي السفر وعشاق السياحة التراثية الثقافية إلى الذهاب تحديدا إلى المتحف المصري الكبير في مصر وأيضا مشاهدة المنزل الخاص بتوت عن خأمون بعد افتتاحه وفي المتحف المصري الكبير وده حيكون بمناسبة برضو مرور 100 عام على اكتشافه هنتكلم عن أبرز هذه الرؤى وهذه التقارير اللي بتشير إلى وجهة مصر السياحية وأهميتها ويدورها في زيادة أعداد السياحين الوافدين إلى مصر مع ضيفنا الكريم دكتور خالد سعد مصطفى مدير إدارة أفارما قبل التاريخ بوزارة السياحة والأفار دكتور خالد صباح الخير أهلا بي صباح نور أهلا بي حدث ثقافي وحضاري بينتظروا العالم كله ألا وهو افتتاح المتحف المصري الكبير لو حضرتك تقول لنا احنا وصلنا لفين وابتدينا من فين الأول لحد ما احنا موجودين دلوقتي وصلنا لفين طبعا فكرة المتحف المصري بترجع لسنة 93 حينما قرر الدكتور عبد الحليم نور الدين والفنان فرق حسني انشاء أكبر متحف في العالم كان يجب اختيار المكان الأول فتم اختيار الموقع الحالي للمتحف المصري على مساحة 117 فدان وبعدين كان التفكير في تمويل المتحف في البداية كانت الفكرة عن طريق سندوق الإنماء سواء بقى سندوق الإنماء العربي أو الكويتي أو السعودي وفي الحقيقة ان سندوق الإنماء قدمت برضو تيسيرات وتسهيلات لدعم المتحف المصري باعتباره ان هو متحف بيمثل وجهة المصر باعتبارها دولة عربية ووجهها للحضارة العربية كلها الشيء الآخر ان حينما تم ارجاء موضوع تمويل المتحف المصري من سندوق الإنماء عملت مصر على نوع من أنواع عرض الرؤى على الجهات الرغبة في تمويل المتحف المصري وفي الحقيقة ان اليابان كان لها سبق في مؤسسة جايكا ان هي تتقدم بـ 8.4 مليار ين ياباني ما يقرب من 800 مليون دولار لإنشاء أكبر متحف في العالم لثلاث مرحل المرحلة الأولى اللي هي الخاصة بالإنشاءات والعرض المتحفي المرحلة الثانية إنشاء أكبر مركز لترميم وصيانة الأصار في العالم يتبع المتحف المصري ويبقى أشبه كده بمؤسسة علمية بالإضافة إلى الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات وعرض القطع الأسرية وكيفية مصاري الزيارة وكيفية تقديم الخدمات التكنولوجية سواء للعاملين في قطع المتحف أو للعاملين في قطع دائرة المتحف أو للقطع الأسرية مثلاً يبقى القطع الأسرية باركود إن القطع الأسرية يبقى فيه كم من الداتا أكبر يبقى فيه داتا شو بالنسبة للقطع الأسرية بحيث أن حضرتك تعرف كل المعلومات عن القطع حتى والهيستوري بتاعتها الشيء الجميل كمان إن جايكا عملت نوع من أنواع التعاون ما بينها وما بين المركز التراثي الثقافي في توكيو لتدريب كم كبير من الخبراء أو الدارسين المصريين الحاصلين على دركة الماجستير والدكتوراه لدركة إن هي عملت أكتر من مئة ورشة عمل ده عمل لنا جيل وعمل لنا كم كبير من الخبراء العالميين في الترميم لأن موضوع المتحف مش موضوع إن حضرتك تروح تزور المتحف وتجد قطع أسرية جميلة أو معلومة عنها لا ده قصة طويلة جدا بتبدأ من اختيار القطعة للعرض المتحفي بتبدأ من نقل القطعة من مكانها سواء القطعة دي موجودة بقى في المتحف المصري موجودة في المخزن موجودة في مخزن متحفية عملية الباكينج للقطعة القطعة دي نوعيتها إيه؟ هل هي قطعة من المواد العضوية ولا من الأخشاب ولا من المعادن ولا من الحجر طريقة الباكينج بتاعتها ده علم كبير جدا نقل القطعة عن طريق وسائل النقل بقى دراست الاهتزازات ودراست القطعة داخل محتوى السندوق اللي بيتم فيه نقل قصة كبيرة فوق ما حضرتك تتخيل إلى أن يتم نقل القطعة إلى مركز الترميم داخل المتحف المصري ودي برضو قصة أخرى أن حضرتك هناك قطعة بيتم نقلها من المخزن المتحفية تحتاج إلى جزء من الترميم حتى طليق بفكرة العرض المتحفي وبالتالي الخمات والمواد لازم تكون متناسبة علمياً مع القطعة الأسرية اللي هيتم ترميمها وبالتالي حضرتك هتشوف مجموعة من الأسار لأول مرة الناس تشوفها في المتحف المصري الكبير أكتر من خمسين ألف قطعة هو المتحف الكبير ليس أكبر متحف في العالم من حيث عدد القطعة ولكنه أكبر متحف في العالم من حيث احتواءه على عدد من القطعة الأثرية للأسار المصرية بس يعني هو فيه خمسين ألف قطعة بتمثل الحضارة المصرية القديمة ابتداء من أصول ما قبل التاريخ حد الأسرة 30 ويختلف هنا عن المتحف الحضارة اللي هو بيناقش أو بيعرض فكرة كل الثقافات والحضارات التي نشأت على أرض مصر وثقافتها فهنا التاريج بتاع متحف الكبير مختلف عن التاريج بتاع متحف الحضارة الشيء الجميل كمان أن المتحف الكبير ليس مجرد متحف عملاق ولكن هو متحف يجسد جزء من هوية المصر القديم تم مراعاة البانوراما تم مراعاة يعني احنا كان فيه لجنة تم إنشاءها سنة 96 كان فيها مثلا سيلفيا أرنوفي دي كانت متخصصة مهندسة إنشاء مدن يعني حضرتك بتدرس المتحف موقعه فين وكل المباني اللي بتقابل المتحف أي نوع من أنواع الأنشطة لابد أن يكون هذا النشاط مواكب لعملية السياحة أو يتماشى مع عملية السياحة يعني حضرتك عندك حتة أرض قدام المتحف مش من حق حضرتك تعملها أي مشروع لازم هذا المشروع يتماشى مع منظومة السياحة الارتفاعات بتاعت المباني لازم حضرتك الارتفاعات تتناسب مع رؤية المتحف المصري الكبير من أبعد مكان تخطيط الطرق من وإلى سواء من المطار إلى المتحف أو من المتحف إلى المتحف الأخرى أو من المتحف إلى مجموعة من المزارات الأخرى زي سقارة، زي دعشور، زي أبو صير، زي مدينة مثلا ميت رهينة مصار الطرق هيبقى عمل إزاي؟ اختصار الوقت وتسهيل عملية انتقال الزائر من مكان إلى مكان ده بيزود دخلك أنت الدولاري والإضافات خاصة أن حضرتك لما يبقى عندك سهولة مرورية مع تنظيم في أن الزائر يزور مكان واثنين وثلاثة في يوم غير لما يزور مكان واحد طيب دكتور خالد سؤال اللي بيطرح نفسه وبيطرحه الكتير سواء بر مصر أو جوة مصر هو إمتى الافتتاح هيكون للمتحف المصري الكبير وإيه أبرز الحاجات اللي ممكن السائح أو الزائر يشوفها في المتحف المصري الكبير تخليه الأول هل يعني خلينا نقول حيفتتح إمتى وبعد كده نتكلم في سؤال الافتتاح طبعا بيتم تحديده عن طريق الرئيسة الجمهورية لأنه إحنا ما علينا إلي إحنا بنخلص شغلنا بس هو جاهز هو جاهز للافتتاح وكنا بنأمل طبعا أن يتم الافتتاح في ذكرى اكتشاف مكبر التوتع الخامون أو الذكرى المقاوية لإكتشاف مكبر التوتع الخامون لكن مصر كانت بتستقبل احتفالية كبيرة بمؤتمر المناخ وزيارة كثير من رؤساء العالم إلى مصر فكان ده بعض الشيء بيتعارض مع أن مصر عايزة تعد أكبر احتفالية على مستوى العالم تدعو فيها بقى مش رؤساء العالم فقط ولا حكام العالم فقط ولكن تدعو فيها رؤساء المؤسسات العلمية ومثقفينها وفنانينها وأساليينها لرؤية مدى وصول المصري الحالي إلى الحفاظ على تراث المصري القديم طيب دكتور خالد السؤال اللي بيطرح نفسه فيه بعض المزارات لما السائح يروحها أو الزائر بيروحها بيقول لا ما يكفيهاش يوم واحد هل المتحف المصري الكبير ممكن لو حد سائح أو زائر ابتدى من الأول يوم مثلا يقدر يلف ويشوف كل القطع أو أغلب القطع الأثرية في يوم واحد بس؟ ده تم مراعاته في تصميم المتحف لأن حضرتك الشركات السياحة بتضغط برنامج الزائر بحيث أن الزائر ده بيجي مثلا أسبوع عايز يتفرج على مصر كلها وفقا لرغبته فهي بتضغط زيارة المتحف لتقريبا من ساعتين لتلات ساعات وفقا لعدد الزوار اللي بيبقوا موجودين داخل المتحف يعني احنا مثلا ما يكون عندنا في الهرم عدد زوار كتير ما بنسمعش بدخول ناس كتير جوه الهرم عشان التزاحم والنفس والرطوبة وخلافه وبالتالي تم مراعات برضو موضوع أن الزيارة داخل المتحف تتناسب مع عدد الوفود اللي هتيجي للمتحف الترجط بتاع المتحف الكبير أنه هو يستقبل ما لا يقل عن خمسة مليون زائر في السنة محطوط مصر للزيارة محطوط بشكل ممنهج وعلمي محطوط أماكن لتلقي المعلومات أماكن للحصول على المعلومات مطبوعة ومقروعة موجود عند حضرتك أكتر من طريقة للحصول على المعلومات المعلومة بطريقة تكنولوجية ترى موقع وتفر أين كان موجود برضو طرق حديثة جدا تتوائم مع التكنولوجيا الحديثة وما وصلت إليه أن الزائر حتى لو ما قدرش له أن يزور كل المتحف من الداخل يستطيع أن يرى جميع قطع المتحف عن طريق البركود بتاع المتحف نفسه الشيء الجميل كمان أن المتحف تم مراعاة بعض الأشياء فيه يعني مثلا وضعت مثال رمسيسي الثاني وتصميم المتحف بحيث أن إشعة الشمس تسقط على وجه رمسيسي الثاني فده يذكرك بمعبد أبو سيمبل حاجات كده فيها هارموني كويسة وضع مثلا أسماء الملوك تبقى لمسلا بردي التورين تبقى لوحة أبيدوس تبقى لاستلة بتاعت سقارة أن هي تكتب أسماء الملوك المصريين والقدماء بنفس الطريقة التي كانت مكتوبة على وجهة المتحف تم مراعاة أن المتحف تصميمه يتناسب مع شكل الهربي لفكرة الأهرامات الخلفية تم مراعاة أماكن انتظار السيارات الكافيتيريا الساحات الخضراء عملية كل ما تتخيله من أجزاء في منتهى الدق حتى شبكات المياه والصرف والحريق وخطوط الإلكترونية سواء اللاسلكي أو اللاسلكي كل ده تم مراعاته انت هتشوف فعلا مبنى وصرح العالم قال عليه أنه يعتبر الهرم الرابع في مصر طيب دكتور خالد برضو من ضمن الحاجات الموجودة في المتحف المصري الكبير هو المنزل الخاص بـ توت عن خامون وطبعا احنا عارفين توت عن خامون له يعني محبين ومريدين وعشاق من مصر ومن مختلف دول العالم مهتمن به عشاق توت عن خامون لما يروحوا المتحف المصري الكبير ايه اللي حيشوفوه فيما يخص توت عن خامون؟ احنا بس عايزين نوضح ان توت عن خامون يعني عامل للعالم كله يعني شيء من انواع الهوس اصبح عندنا التونة بتاعتنا اللوجو بتاعنا لوجو للحضارة المصرية لكن احنا عايزين نوضح بس ان طريقة عرض القطع الاسرية اللي كانت موجودة في المتحف المصري اللي كان موجود في التحرير وخاصة ان مجموعة توت عن خامون لم تكن تتناسب مع قيمة وعظمة اصار توت عن خامون لكن طريقة عرضها في المتحف الكبير سوف تتناسب فعلا تبقى للرؤية المتحفية العالمية مع اصار توت عن خامون سواء بقى المقصير سواء العجلات الحربية سواء القناع سواء التلابيس بتاعت الاقدام سواء الحلية بتاعه في اكتر من خمس تلاف قطعة اسرية اللي تتعن خامون سيتم عرضهم الكرسي بتاعه الاواني بتاعت التجميل العصيان بتاعته السرير بتاعه اللي بيتطبق كل ده حيتم عرضه بطرق تتناسب مع العرض المتحفية في نفس الوقت اللي هي وسيلة تكنولوجية ان حضرتك تقدر تحصل على اكبر قم ممكن من المعلومات سواء بقى عن الهيستوري بتاعت القطع سواء من وقت كشفها الى حين عرضها في المتحف الكبير طبعا احنا ده كنا منشوفه حتى في المتحف المصري اللي في وسط البلد في التحرير ان ازاي القاع اللي كان فيها يعني حاجات توت عن خمون على قلتها ولكن كانت بتحظى باقبال من الوافدين على المتحف لازيارة الجزء الخاص بعرض مقتنيات توت عن خمون طيب خلينا دكتور برضو نتكلم عن جزئية مهمة تانية وهي الموميوات بعد اكتشاف عدد من الموميوات في مصر مكانها هيكون فين او هل هيكون لها مكان الاول في المتحف المصري الكبير ولا لا وازاي حيتم استعاب برضو موميوات تم اكتشافها مؤخرا هل هتعرض برضو في المتحف المصري الكبير طيب انا بس عايز اقول لحضرتك على يعني معلومة ان احنا دايما بنكرر ان احنا لم نكتشف الا جزء بسيط من تراصنا الا جزء بسيط جدا من حضرتنا يعني لما حضرتك تشوف ان بيأسة دكتور مصطفى وزيري السنة اللي فاتت تطلع تلات ابيار بير فيه فيه طالع منه تسعة وخمسين تابوت كامل بموميواته البير التاني طالع منه ميت تابوت بموميواته بعد فترة انت متخيل حضرتك يطلع عندك ما يقرب من ميتين تابوت كما لو كانوا مصنعين بالامس بموميواتهم بحليهم حضرتك انت محتاج عشرات ومئات المتاحف عدد المتاحف في مصر لا يتناسب مع حجم مصر وعظمته يعني احنا لو شفنا هنلاقي مثلا برا فيه حاجة اسمها المتاحف النوعية احنا بنلجأ الى حاليا الى المتاحف الاقليمية انها تكون متاحف عالمية ولكن مش اقلية المتاحف النوعية احنا محتاجين برضو ميزانيات كبيرة جدا عشان تعمل متحف للايقونات ومتحف للموميوات ومتحف للفخار ومتحف لأثار ما قبل التاريخ ومتحف للأسلحة وانت عند حضرتك كوليكشن لا يوجد مثيل له في العالم فحضرتك بتختار ما يتم الكشف عنه من قطع أسرية الانسب للعرض لكن انت عندك زخيرة جبيرة جدا من القصار ما فيش متحف قدر على استعاب بالضبط انت حضرتك ما تقدرش تعمل عشان المتحف المصري كان فيه ستين الف قطع معروضة ومساحت المتحف المصري صغيرة لدرجة ان بعض الزغار كانوا بيقولوا احنا مش هنزول المتحف المصري احنا هنزول المغزن المصري من كتر ما الاثار مقدسة جنب بعضها اصبح من الصعب الاستمتاع برؤية القطع الأسرية وجود القطع يعني احنا كنت حضرتك لما تطلع الدوري التاني تلاقي كمية اثار كتيرة جدا والجزء الممر بتاع المميوات في المتحف المصري طبعا لم يكن يتناسب بالضبط رابعا هو كانت بتذكرة منفاصلة عن باقي المتحف وكده بس برضو الاخبال عليه بس برضو حضرتك انت كنت عامل فكرة انشاء غرفة المميوات سنة 96 اللي افتتاحها عاطف صدقي فكرة كانت جديدة بالنسبة للعالم انك تقرض المميوات الملكية يشوفوا رمسيسي التاني ومرن بتاحوة حطمس الأول دي برضو كانت مرعبة بالنسبة للعالم الوطع الحالي للمميوات الملكية في متحف الحضارة القاعة المعدة لها وطريقة العرض وبعض القطع الأسرية اللي تخص الملك معروضة معاه ده برضو شيء من اسلوب وتجديد العرض المتحفي الخاصة بالمميوات دكتور خالد صعد مصطفى مدير إدارة أثار ما قبل التاريخ بوزارة السياحة والأثار شرفتنا ويمساعد عليه كل التوفيق ان شاء الله لكل العاملين في حقل ومجال السياحة والأثار وان شاء الله نقدم مصر للعالم بالسورة التي تليق بها وبتاريخها وحضرها ومستقبلها ان شاء الله شكرا لحضرات تحت أمرهم سعيد عليك مشاهدين أفقرات هذا الصباح لسه مستمرة معكم ولكن خلونا نتابع موجز لهم وآخر أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد مع الزميل عمر عبد المجيد شكرا للمشاهدة